اشتركوا في القناة من خلال ضيفنا وضيفكم دكتور محمود سعيد أستاذ جراحة الأسنان وزراعة الأسنان والفاك والواجهين بداية قبل ما نبدأ مع الدكتور أحب بس أتكلم في خبر بسيط جدا النهاردة هو حصل من كام يوم وهو الحادث الإرهابي اللي حصل في لبنان طبعا مش محتاجين نتكلم على الإرهاب ونتكلم أنه هو لا ليه دم ولا ليه أرض ولا وطن ولا عرض ولا بيدافع عن قيم ولا مبادئ ولا أي حاجة لكن احنا بنتكلم دلوقتي بنعزي لبنان الشقيق وإن شاء الله هيرجع أحسن من الأول بلد قوية صمدة مكافحة زي ما عرفناها من زمان وإن شاء الله بإذن الله أزمة وتعدي دلوقتي هنبدأ على طول مع الدكتور محمود أهلا بحضر لك الدكتور أهلا وسهلا 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 أخبار حضرك ايه؟ مش شرفنا الله يخليه بداية أنا دكتور كده علم زراعة الأسنان الناس كتير قوي بنسمع على المصطلح ده واللي مجربهاش أو ما عملهاش ما عرفهاش بالزبط إيه بقى؟ طبعا زي ما حالتك قلت المجهول عن الناس دايما مخيف لأنه ما شافش إيه الموضوع بالزبط إيه موضوع زراعة الأسنان؟ الناس اللي فقدت أسنانها وعندها خالة في سنة أو اثنين أو ثلاثة أو عندها فقد في عدد أسنانها سواء كان أسنان أمامية أو أسنان خلفية وده بيحصل بسبب الإيمال مثلا بسبب التسوز بسبب أنه يبقى فيه مشكلة في أسناننا ونطنشها لحد ما الأسنان تتآكل وبعدين نخسر السنة فالمكان فاضي المكان الفك بتاعنا بيشتغل كمنظومة متكاملة لما بنفقد سنة بيحصل تأثير سلبي على كل الأسنان والفكين إزاي ده بيحصل لأن الأسنان جنب بعضها كده سندة بعضها بالمعنى البسيط فلما بنفقد سنة أو عدد من أسناننا بيحصل سلبيات داخل الفم وحاجات خارج الفم حاجات داخل الفم يعني إيه الأسنان بتميل الأسنان بتمشي مسافات بين أسنان أعاني من بوكتس أعاني من مشاكل موجودة في تنظيم أسناني سواء كان فك علوي أو فك سوفلي تطابق بتاعي مش سليم الأكل مش سليم هيأثر على الأكل النطق الهضم بجانب طبعا الجانب النفسي يعني الجانب النفسي ده من الحاجة المهمة جدا في الموضوع لأن بنشوف حالات يعني بتعاني معاناة نفسية جديدة جدا بسبب أن هي عندها مثلا خلى في أسنانها في أسنان أمامية في سنة مفقودة الناب اتشال فسب سبيس بين أسناني بلاس أنه هو كمان بيأثر على ملامح الوجه الوجه بتاعي بيتأثر بيحصل إنحناء أو هبوط في أزام الفك فبيبقى فيه لاين وخصوصا لما بيبقى فيه حد دخال على الناب والناب التاني موجود فبقى واضحة قوي أن الناب في الجانب المخلوع فيه هبوط في العظم فيه وفيه لاين فيه ملامح الوجه بتاعتي فده بيأثر كمان على الملامح بتاعتنا بيتم إزاي بقى أزرعية الأسنان الموضوع بكل بساطة إحنا كنا زمان بنشتغل بالتو دي ديمانشنز إكس ريز الإشعاعات سنائي الأبعاد وكنا بنحسب منها حسابات دقيقة الكلام ده من سنين لكن نقول مثلا آخر عشرين سنة اللي فاتوا ابتدت تطلع الكمبيم أو سلاس الأبعاد وده حلت لنا مشكلة كانت موجودة في التشخيص لأن التشخيص السليم هيديني دايما نتيجة سليمة والتشخيص ده يعني نحن ممكن نعمله حلقة مخصوصة لأن طبعا موضوع بتاعه محتاج دكة شوية نحن نتكلم فيه بأبعاده التشخيصية لكن الأكتر ما يهمنا في تشخيص الحالة الخاصة بزراعة الأسنان اللي هو الكمبيم إشاعة سلاس الأبعاد منها بنحدد كل ملامح الفكين بعظام الفك بمسافات الأفلة فك علو فك سوفلي بالأبعاد بتاعتي اللي أنا هحط فيها الزراعات بتاعتي سمك العظم طول العظم الحاجات المهمة داخل العظم لأن أنا مش هحط زراعات بشكل بلايند كده وأنا مش شايف لأ أنا لازم أحاسب كويس جدا كل ملامح العظم بتاعتي قبل ما اشتغل عشان كده فيه حاجة اسمها خطة علاجية من خلال الخطة العلاجية أنا بعمل بلايند من خلال البلايند دي باطلع بحاجة اسمها سياس جاكال جايدد بيتكون مكس ما بين الإشاعة سلاس الأبعاد وما بين سكان معين أو تصوير معين عشان أطلع منه بجهاز الجهاز ده بيحدد لي بمنتعة دقة إيه المناسب من المقاسات الزراعات اللي أنا هحطها بالأبعاد بتاعتها وفي الوقت ده بيكون شايف كل ملامح الوجه بتاعتي وكل ملامح الفك من الداخل يعني سلاس الأبعاد ده بيجيب سيادتك الثري ديمينشنز فبالتالي أنا شايف جوه العظم ماشي إيه فيه قناة عصبية فيه قناة ماشي فيها شريان وريد وعصب في غاية الأهمية لازم أكون حاسب بالضبط لازم أكون حاسب بالضبط أنا البعد بتاعي قد إيه وهنزل إيمبنونت فين بالضبط وإيه النقطة اللي هاخدها في الفك السفلي الفك العلوي عندي حاجة اسمها جيوب أمفية لازم أكون عامل لامت بيني وبين الجيوب الأمفية طب لو ما فيش عظم في الحالة دي أنا بعمل حاجة اسمها خطة تانية إضافية وهي إعادة بناء العظم بعمل فيها زراعة عظم للفكين طب لو كان المشكلة في منطقة حساسة زي الجيب الأمفي وعايز أعمل فيه زراعة أسنان والعظم في المكان ده محدود طب أعمل إيه أعمل عملية خاصة بالجيب الأمفي الأول عشان أصبط منها وطلع سمك وطول مناسب لزراعة الأسنان حاجة اسمها ساينوس ليفتنج يعني أن أنا أرفع الجيب الأمفي الفوق وبالتالي أدم ساحة لبناء العظم تحته وبعد كده أبدأ أعيس مقاساتي على 3D وأعمل النقط المناسبة الخاصة اللي أنا هحط فيها الزراعة لما الإنسان بيفكت بقى كل أسنانه وبيبقى بقى ما فيه شوية أسنانه فبالتالي بيلجأ لحاجة اسمها الطقم وطبعا دي حاجة مزعجة حقيقي يعني طبعا أن الواحد يأكل كل شوية ويغسل أسنانه ويشيل الطقم يغسله طبعا بتبقى معاناة شوية فجت زراعة الأسنان حلت للمشكلة دي بشكل فاينال بقى فيه حل ثابت بدل من أننا مش متحرك مش متحرك بدل من أننا هستخدم طقم وهشيله وهستخدمه في الأكل وبعد كده هخسله وهحطه بالليل ممكن يديقني في النوم فهشيله هحطه في كب أو في أي حاجة وبعد كده الصبح فطبعا كل الحاجات دي كلها بتبقى مزعجة شوية فعشان كده إحنا بنقول الناس اللي فقدت أسنانها وبتعاني من أسنان مش موجودة بقها وعايزة تعوضها قدامهم أوبشنز أو عدة اختيارات منها طبعا قطم المتحركة وإحنا بنقول طبعا لها مشاكلها ولها سلبيتها الأبشن الثاني هو إن احنا نعمل تركيبات سابتة إن احنا نجهز الأسنان ونصغر الأسنان من الناحة الأمامية والناحة الخلفية ونعمل كبري عليها مثلا وبالتالي في الحالة دي أنا يعني بيبقى فيه مجهود بيحصل على الأسنان الطبعية أتلاشى كل المشاكل دي بإيه عشان كده بنقول الحل الأمثل والأفضل لتعويض الأسنان المفقودة هو زراعة الأسنان أنا خدت أسنان سابتة بقى في عندي أسنان طبعية زيها زي الأسنان الطبعية تماما يعني مش هنقولها زي أسنان طبعية طبعا مهما عملنا مش هنعوض الأسنان اللي ربنا خلق أهلنا عشان كده بنقول نحاول نحافظ عليها لما نفقدها بنقول أن أفضل أوبشن وأفضل حل هو الحل السابت مع زراعة الأسنان كويس صحيح بحافظ فيها على أسناني الشكل الأفلة التطابق بعوض فيها المضغل وظيفيا الأكل واستخدام أسناني في الأكل بتاعي بشكل صحي كمان الشكل عوض الشكل السابت الشكل الجمالي اللي احنا هنعمله وهنعمله ديزاين وهنعمله سمايل ديزاين جديدة بشكل جديد بلس أن أنا مش يعني 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 مش هعاني من مشاكل التركيبات المحركة أو التجهيز الأسنان في حالات تركيبات السابتة ممكن يا دكتور ألام الأسنان أو التخصص بتاع مرض الأسنان هو من الحاجات الأمراض الأوليلة جدا اللي ليها عاملين مشتركين العامل العدوي والعامل النفسي أنا دلوقتي لو عندي مشكلة في أسناني هاجت حق شي الهم طبعا هاجي هتعامل مع حد مش هعرفها بقى بطبيعتي طبعا زراعة الأسنان والعلم الجديد بما أن حضرتك عدو في الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان شايف أن الموضوع ده بدأ يبقى ليه حلول هي بالفعل لحلت لكل مشاكل الفم يعني أنا بنقول إحنا خدنا المميزات المهمة اللي هتخليني أعيش طبيعي فبالتالي حلت لي كل المشاكل في أكل وظيفيا الشكل الوظيفي والشكل الجمالي أنا حليته بميكس مع بعضه فالفكرة كلها في أن أنا عشان أعمل زراعة الأسنان لازم التخصصية طبعا ده حاجة مهمة جدا أن أنا أعمل شغلي مع حد متخصص وفاهم كويس قوي في موضوع زراعة الأسنان ودكور أسنان شاطر عارف كل أبعاد الحالة عارف احتياجات الشخص اللي محتاجها في أسنان ومش بس في الأكل والشرب واستخدام الأسنان كأكل والشرب كمان الجزء الوظيفي والجزء التجميلي عشان دايما بنقول الموضوع هو ميكس ما بين الوظيفة الجزء الوظيفي كاستخدام أسناني في أكل والشرب والجزء الشق التجميلي هو ميكس ما بين الاتنين عشان في النهاية نطلع بشكل أعود به أسناني وشكل جمالي أبقى تقول الوقت أنا محسوط به دايما كنت بأسمع كده في وقت وريب في حاجة اسمها الابتسامة اللثوية اه ايه بقى؟ الابتسامة اللثوية دي لها عدد أسباب في أسباب عظمية في أسباب عضلية وفي أسباب مكس ما بين الاتنين وفي أسباب سنية لا علاقة بطول الأسنان يعني ايه الابتسامة اللثوية؟ الابتسامة اللثوية معناها إن حد بيصمعه بيبتسم فبتظهر قوي ملامح اللاسة بتاعته بزيادة عن الطبيعية طبعا اللاسة في الفاك العلوي اللي هي هلمة معين بيظهر مع الاسمايل النور طبعا الطبيعية لما بتزيد عن حجمها بتبقى شكلها ملفت وبتبقى كل اللي في الصورة هو شكل اللاسة فبيبقى شكلها مزعج حياني واخد حجم أقبل وحجم الأسنان نفسها اه طبعا واخد كل اللي في الاسمايل مش باين الأسنان أكتر ما هو باين اللاسة بالظبط فبتبقى ملفتة قوي بالظبط مزعجة طبعا الكصة في الابتسامة اللاسوية أهم من علاجها بقى التشخيص كويس زوية هبتختلف جدا يعني والتشخيص بتاعها يعني في منتعه الدكة يعني أنا ممكن يعني أعد أعمل علاجها ممكن يبقى في جلسة واحدة لكن تشخيصها بيبقى محتاج مني مثلا يوم واثنين وثلاثة عشان أشخص حالة ابتسامة اللاسوية جاية منين المشكلة أساسها فين يعني ممكن ما تبقىش عيب خلقي مثلا مش هنقولها لا عيب خلقي قد ما هو نقول يعني مثلا زيادة حجم عظام الفك العلوي زيادة عن الطبيعي آه تمام في الغالب بتبقى طبعا المتأثر بالموضوع عظام الفك العلوي وده معناه إن فيه ناس عندها زيادة حجم الفك العلوي زيادة عن الحجم الطبيعي تمام فالعظم لما بيبقى زيادة اللاسا مصاحب العظم فبالتالي لما يكون زيادة في العظم أكيد هيبقى فيه زيادة في اللاسا أكيد إشاعة معينة بتحدد لي أبعاد العظم الفك العلوي والسفلي وكل ملامح الوجس ماسي فالومترك بتبين لي قد إيه العظم علاقته مع بعضها إيه كويس طيب إذا كانت المشكلة عظمية فدي لها حل وحلها كل يكون يعني ممكن في جلسة بس لها حل جراحي طبعا عشان احنا نتعامل مع عظام الفك في الحالة دي وممكن نقلل عظم الفك في حتة معينة ونبدأ نرجع تاني لابتسامة 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 المشكلة لو إذا كانت عضلية أو ملامح الوجه بتاعتنا دي بتتأثر يعني مش كل واحد زي تاني ففي حاجة يسمها ماصل تون ماصل تون يعني العضلة دي بتمشي إزاي وبتشد إزاي وبيحصل لها كونتراكشن إزاي فبيتري الماصل تون بتاعت كل واحد مختلف عن التاني فلما بيبقى في حد الماصل تون بتاعته بتشد معاها عضلات الوجه وتكشف وتشد معاها الشفة العليا فبيتدين لابتسامة فيبقى المشكلة مشكلة عضلات في الحالة دي احنا بنتعامل بكذا حال ممكن نحلها بالبوتوكس حقن بوتوكس بيحلل المشكلة صحيح بتبقى ترانزلت وشايد وشوية توقت وممكن ترجع تاني فبنحقن تاني وبعد وقت بتتحسن وممكن نحن نعمل إعادة تجميل للسة وشد الشفة الشفة العليا دي احنا عايزينها تغطي معانا اللسة بشكل أحسن فاتغطي اللسة وترجع لي تاني شكل اللي تبتسامة بتبقى عملية بسيطة وبالليزر ومجرد بس إن احنا بنعمل فتح بسيط بالليزر بدون ألم وبدون بنج ولو هنستخدم بنج بتبقى موقات خفيفة جدا وبتجميل إن احنا نشد الشفة ونجيبها تغطي معانا اللسة اللي موجودة ونعيد تاني الابتسامة لشحلتها الطبعي أحيانا تبقى بتبقى الموضوع بسيط جدا سببه إن حصل زيادة نموه في اللسة كويس داو طيب اللسة دي لما تزيد بتغطي طول الأسنان فيبقى شكل السنة قصير واللسة هي اللي طويلة طب حلها إيه؟ ممكن 5 مينتس نعمل رسمة على اللسة وبالليزر بنشيل اللسة زيادة معانا حالة هنشوفها إزاي كانت الحالة مغطية الأسنان وشكلها يعني سيء جدا ولما بس رسمنا اللسة احنا بنعمل عملية إعادة رسم اللسة ما هو عشان عيد سمايل وابتسامة حلوة لازم كمان يبقى حالة اللسة بتاعتي في الشكل الايديال بتاعها والشكل الصحي بتاعها مزبوط منها يبقى طولها مزبوط ومنها يبقى كمان لونها الطبيعي لأن أي مشكلة في اللسة أكيد هتأصل سلبا على الأسنان فلما بنعيد اللسة لحالتها الطبيعية بنوصل مع بعض لأسنان طبيعية وشكلها جميع كويس جدا يا دكتور احنا الشوية الصغيرين اللي احنا اتكلمنا فيهم دول كحاجة تعريفية طبعا احنا هنبدأ سلسلة مع بعض بداية كده من واضح أنه علم كبير أنا زي ما قلت لك قبل الهوة أنا تعبت بالأحاق أصلا يعني نشتغل على الهوة فإن شاء الله بإذن الله نوعد أستاذة للمشاهدين دكتور محمود هيكون معانا إن شاء الله في حلقات جاي كتير هنبدأ فيها بشكل تفصيلي بنشكر الدكتور محمود سعيد استشاري وأستاذ طب وجراحة الأسنان وزراعة الأسنان وعادو كونجرس العالمي وطبيب وزارة الخارجية المصرية أهلا شرفتنا دكتور معانا النهاردة أوعد بقى أستاذة مشاهدين لكن تهديبها معانا إن شاء الله في الأخير بشكركم عزيزي المشاهدين حلقتنا النهاردة سريعة بس كان لازم نكون متوجدين عشان كان فيه طلب مهم جدا من أستاذ المشاهدين لا الصوت بعيد طيب دكتور محمود مش هسيبك برضو الناس برضو في الأدب يقول لا لازم نتوجه كلمة للجمهور لو فيه صور ممكن إزاي نشرح عليها سريعا أو ممكن صعبة طب أوجلهم بص كلمة شفهية كده أولا هو طبعا اللي إحنا يهمنا قوي إن إحنا نعمل تشيكهب على أسناننا ومتابعة دورية كل ستشهور مثلا ماكسوم عشان نحافظ على أسناننا بشكل كويس مهم جدا إن إحنا يعني أنا هدي نصيحة كمان للطفل إن إحنا ما نخلعش أسنان الطفل عشان دي مسئولية إلا في وقته الطبيعي وفي وقته المناسب عشان ما نخلعش أسنان وعشان ما نخلعش أسنان بعد كده نندم والأسنان دايما اللي طالع بعد كده تطلع بط نصيحة كمان للبنوت المقبلة على الزواج اللي عندها مشاكل في أسنان وبعد الجواز هتخش في حمل وإنسحاب الكلسام والبيب هياخد جزء من الكلسام وهيقل وبعد كده هيضعف الأسنان وهتضعف مع نسبة الكلسام الموجودة تحافظ جدا قبل ما تخش على موضوع الزواج لازم تتشك على أسنانها كويس قوي عشان ما يبقاش في أي تساوص ودائما يكون هاجين فم بتاعها كويس طول الوقت زي الفلة دكتور يعني احنا موجودين يعني طيب أي حد جماعة مقبلة على الزواج ولا حاجة الحل موجودة أو سهلة الموضوع بسيط بس طبعا التشكب والمتابعة هي أهم حاجة لأن الأسنان طول ما احنا بنعلاجها في وقت بسيط كل ما بيبقى التكلفة أقل والوقت أقل وكل حاجة بتبقى بسيطة وسهلة إن شاء الله بإذن الله في نهاية حلقاتنا بشكركم عزيزي المشاهدين وكنا معاكم في فقرة سريعة كده من برنامجكم القهوة على وعد باللقاء الحلقة الجاية إن شاء الله إلى اللقاء